السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لرقم فارس في حلقة جديدة سوف نقوم بعمل مراجعة شاملة لبرنامج فوتو ووركس ربما ستكون هذه المراجعة مقسمة إلى جزئين إذا رأيت أن مدة الحلقة طويلة ولكن أريد أن أعلن عن شيء ألا وأنه في هذه الحلقة سوف تكون هناك give away بكل بساطة يا صديقي سوف يظهر أرقام على طول مدة هذا الفيديو مثل هذا الرقم الذي هنا في اليمين فقط بأضرب شادو لن يكون له لون كل ما عليك فعله لتدخل في المسابقة هو أن تجمع هذه الأرقام التي تظهر ثم تعطينا النتيجة وتضغط على لايك وتشارك هذا الفيديو عدد مشاركات هذا الفيديو هي التي ستحدد قيمة الجائزة المالية التي سوف نرسلها لكم على البايبال إذا كنت تريد أن تعرف تفاصيل أكثر كيف قمنا بهذه المسابقة من قبل وكيف تمت عملية السحب راجع فيديو سابق فيه مسابقة سوف تعرف إن شاء الله كيف تستطيع أن تتابع كامل الحلقة وتلتقط الأرقام وتقوم بجمعها وترك تعليق في الحلقة الماضية فقط شخصين من عرف الإجابة من دون إطالة أكثر نلقاكم بعد الإنترو برنامج فوتووركس يمثل بديل رائع لبرنامج الفوتوشوب طبعا يا صديقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ مباشرة في مراجعة برنامج فوتووركس الواجهة جدا بسيطة كل شيء مشروح بالإضافة إلى أنك إذا لم تفهم أي شيء يمكنك أن تتوجه إلى أونلاين تيطوريال إذا كانت لغتك الإنجليزية جيدة بالطبع أصحاب البرنامج يريدون القيام بترجمة لشرحات إذا كان هناك اهتمام في العالم العربي بالبرنامج طرح هنا مجموعة من الأدوات على اليمين في الأعلى شريط المهام دعني أفتح أي صورة لنبدأ مباشرة في شرح الآدات على سبيل المثال أضغط في الزر الأخضر وأقوم بفتح أي صورة عشوائية من الحاسوب فرضا نفتح صورة هذا الموديل أو هذه هي الصورة بإمكاني أن أقوم بعمل تصحيح أوتوماتيكي لألوان الموجودة على هذه الصورة بضغطة زر واحدة من خلال الضغط على أوتو كوريكشن ويقوم بتصحيح الألوان بشكل عجيب جدا سريع أنتظر مجرد تواني بسيطة لأرى الفرق يمكنني أن أضغط هنا على هذا الزر لأرى الألوان قبل وبعد أو يمكنني أيضا أن أضغط على آدات العين لأرى قبل التعديل وبعد التعديل أستطيع أن أقوم بعمل ريسة وإعادة الخصائص إلى الأصل بإمكاني أيضا أن أقوم بالتراجع أو العودة على أي أمر قمت به في البرنامج بالإضافة إلى أنه بإمكاني التعديل على التشبع الخاص بصورة الفايبرانس والعديد من الخيارات صراحة حتى تقوم بالتعديل بشكل يدوي بهذا الشكل يجب أن تكون على ديراية بهذه الخصائص ماذا نقصد عندما نقول البلاك هنا التحكم في المناطق التي تكون سوداء في الصورة هنا الوايد المناطق التي تكون بيضاء هنا في الشادو أو في المناطق التي فيها الظل الهايلايت وكل هذه التفاصيل صراحة تحتاج إلى حلقة مفصلة حتى لتكون هذه المراجعة طويلة جدا يمكنك أيضا أن تقوم بإعادة كل شيء كما كان في البداية في كل مرة يا صديقي بإمكانك أيضا أن تتحكم في الألوان وليس في المين بشكل عام تتوجه إلى قائمة الألوان وتتحكم في الريد والجرين والبلو أيضا بإمكانك التحكم في كل من الهيو والساتيريشن أو التشبه الخاص بها أو حتى الإضاءة الخاصة بها أيضا بإمكانك التعديل على الحدة الخاصة بها الصورة هنا يمكنك تعديل قيمة هذه الحدة ثري شولد وراديوز بإمكانك التلعب فيها شاربنس وبلور وكل هذه الخصائص بإمكانك التحكم فيها يا صديقي أيضا بإمكانك أن أتحكم في الأبيض والأسود أو للصورة تقليدية أو كلاسيكية بإمكاني أيضا أن أتحكم في هذا المود هداني أنتقل مباشرة إلى قائمة الأدوات التي تكون من جانبها فيها البرنامج وهي قائمة التول بحيث بإمكانك تقطيع الصورة وعمل كرب لها إذا كنت تريد مثلا أن تركز فقط على هذه بإمكانك اختيار مود القطع فيسبوك كوفر أو مربع أو أبعاد الإلستريتور أبعاد صورة على الإنستغرام عفوا أو أي أبعاد تريدها دعني أقوم بالضغط على cancel بالنسبة للجيومتري ويقصد البرنامج بهذه الآدات هل تريد تحديب الصورة أو تريد أن تجعلها مقعرة أو محدبة حتى تفهم معي أصلا بشكل أفضل يا صديقي دعني أقوم بجلب هذه الصورة أضغط على zoom هنا للإشارة يمكنك أن تقوم بعمل zoom بعد أن تضغط على هذه الزوم دعني أقوم بإرائكا أو show grid لتظهر هذه الدلائل دعني فقط أقوم بتعديل القيمة لتفهم معي يا صديقي أتمنى أن تكون قد لاحظت الفرق شاهد معي هنا قبل وبعد في هذه الحالة قمنا بعمل تحديب أو تقعير للصورة نسيت اللغة العربية أيهما الصورة المحدبة والمقعرة دعني أقوم بالضغط على reset all بالنسبة لهذه الخصائص rotation واضحة vertical أيضا وarizontal واحدة بالأعلى واحدة بالطول والعرض دعني أنتقلوا مباشرة للصورة الموالية أو للأداة الموالية وهي تغيير الخلفية كل ما علي فعله أن يقوم بالضغط على change background يريني tutorial سريع هنا كيف أستطيع أن أحدف الخلفية أو أستطيع أن أتعمق أكثر من خلال الضغط على detail tutorial ولكن الأمر بسيط جدا ترى هنا أنه يقول لك حدد لي الأوبجيكت هنا وحدد لي background كما أنه بإمكانك أن تمسح أي أجزاء تريدها بمجرد أن أكون بالأوبجيكت أستطيع أن أتحكمه في size الخاص بالbrush عندما أقوم بتحديد بهذا الشكل دعني أقوم بالتحديد بشكل سريع بعد ذلك تقوم بتحديد background مرة أخرى وتقول أن هذه هي الخلفية مثلا ليس بيضروري جدا أن يكون التحديد دقيق بهذا الشكل وإنما فقط حتى يتعرف البرنامج عن ما هي الصورة وما هي الخلفية بعد أن تقوم بتعريفه بهذا الشكل بمجرد أن تفليت يدك عن الماوس يقوم بالتحديد هكذا ويقوم بقص الخلفية في حالة ما إذا كان هناك أي أجزاء فيها خلل مثل هذه أستطيع أن أقوم بالتحديد بهذا الشكل وأقوم بتنعيم البراش قليلا بهذا الشكل أتحكم في size أيضا وأتي إلى هنا وأقوم بالتمرير فقط حتى يتعرف على أن هذا الجزء أيضا هو عبارة عن خلفية أنا أخبر البرنامج هذا أيضا خلفية فشاهد كيف يقوم بمحالجة الشعر وفصل الخلفية بطريقة رائعة جدا وسريعة هنا أيضا بجانب الأصبع بهذا الشكل كما ترى يا صديقي المهم نحن فقط نريد أن نتطرق إلى الخصائص والميزات المتواجدة في هذا البرنامج ولكننا لا نقوم بعمل لهذا أتمنى أن تجارب البرنامج إلى عجبك وتكتشف الأمور الموجودة فيه بنفسك بالنسبة للخاصية الموالية وهي Image Overlay مثلا أريد أن أقوم بإضافة أكثر من صورة وأكثر من طبقة على التصميم مثلا سوف أقوم بإضافة صورة خاصة أو شيء من هذا القبيل يمكنني أن أتحكم في الصورة بحذاتها التي قمت بإضافتها أستطيع أن أتلاعب في خصائص الضل العمق والنعومة والزاوية ومدى تباعد الضل بإمكاني أيضا أن أتلاعب أو أضيف مجموعة من الكليب أرت بهذا الشكل بضغطة زر يا صديقي هذه هي Image Overlay دعني أنتقل مباشرة لتكلم عن خاصية أخرى مثلا دعنا نبقى في نفس الصورة ونتكلم عن 3D Lead Color Correction هي عبارة عن مجموعة من القوالب لألوان جاهزة يمكنك استخدامها مثلا بمجرد ضغطة زر بهذا الشكل تقوم بالتلاعب في الألوان وتعديلها يمكنك أن تلاحظ الفرق بين قبل وبعد أيضا بإمكانك أن تقوم بتقليل عن Noise في الصورة دعني مثلا ألاحظ هذه هي الصورة أريد منك أن تركز هنا في أنف هذه الشخصية مثلا ترى هذه هي الصورة المكبرة هنا شاهد معي كيف يقوم بمعالجة Noise الموجود في الصورة ويتخلص منه بطريقة رائعة جدا أتمنى أن يكون الفرق واضح بالنسبة لكم هنا في الصورة بالنسبة لي الأمر واضح جدا دعني أقوم بعمل قبل وبعد شاهد معي يا صديقي أيضا بإمكانك التحكم في خصائص الكيرفس بكل القنوات في القناة الحمراء الزرقاء والخضراء هناك مجموعة من البريست جاهزة أيضا يمكنك أن تقوم باستخدامها للتلاعب على الصورة وإضفاء تأثيرات رائعة جدا خاصة خاصة وأن البرنامج يتيح إمكانية التعديل على مثلا ستون أو مئة صورة دفعة واحدة ما يجعل الأمر رائع جدا أيضا هناك مجموعة من الأدوات الأخرى في هذه القائمة الموالية أولها هي هذه القائمة التي تقوم بعمل مجموعة منها التعديلات على الألوان بشكل رائع جدا بضغط إضافة زر يمكنك أن تختار أي تأثير لترى كيف تقوم بالتعديل عليها بشكل سريع جدا وتقوم بإضافة تأثيرات مميزة خاصة للوجه أو لصورة ككل أيضا يمكنني أن أتلاعب في الإعدادات الخاصة بها كما ترى هنا يا صديقي البرنامج يتيح لك قائمة كبيرة جدا من التعديل كما ترى يا صديقي فإن البرنامج يتيح لك قائمة كبيرة جدا للتلاعب في إخصاص خاصائص البشرة العين والحواجب الشفتين الأسنان حتى في حال ما إذا كانت الصورة فيها أسنان هذه هي الصورة المفتوحة لدي ليس فيها أسنان يمكنني بالاعتماد على Custom Setting أن أقوم بالتعديل على الصورة هذه الخصائص يحتاجها فعلا أي شخص يقوم بالتصوير لأعرس ويريد أن تكون صور عرسه احتلافية لغاية يا صديقي أيضا حتى الخيار الثاني فيها الكثير منها التعديلات الخاصة بالوجه بشكل عام بالنسبة للخيار الثالث أيضا تستطيع أن تعدل على الجسم لو أريد أن أعرض صورة فتاة صراعا فالميزة أصلا للفتيات بشكل أكبر مثلا لتنحيف الخسر وما إلى ذلك دعني فقط أقوم بتطبيقها على هذا الموديل بمجرد أن تقوم بأعرضها شاهد كيف يقوم البرنامج بشرح لك ما يجب عليك القيام به بضغطات زر بسيطة جدا يمكنك أن تشاهد ماذا يقصد كل ما عليك فعله أنك تقوم بوضع هذه الآدات على الموديل هناك ملاحظة بسيطة يقول لك أنه يجب أن تكون خارج أو كل عناصر الجسم داخل هذه الأقواص بعد ذلك تشاهد معي كيف يقوم بجعل الموديل نحيف جدا خاصة أنه أن النساء تتسابق على النحافة بإمكاني أيضا أن أقوم باختيار هذه الآدات أيضا هي للنساء ولكن دعنا نقوم بتطبيقها على هذا الرجل فالكل يريد عضلة صدر كبيرة بكل تأكيد أتمنى أن تكون قد تلاحظ الفرق بإمكاني أن أقوم بإضافة تحديد جديد مثلا قبل أن أخرج من غير المنطقي أن يكون في جهة من عضلة الصدر أقوم بتكبيرها والأخرى لا أقوم بتكبيرها أيضا يمكنني أن أضغط على نيو سكشن وأقوم بتحديد الجهة الثانية من عضلة الصدر وأقوم بتكبيرها أيضا بإمكاني التحكم في الأرجل مثلا دعني أفترض أن هذا الرياضي من فيزيك ولا يريد أن تكون له أرجل كبيرة وبالتالي سوف أقوم بالتحكم في حجم أرجله مثلا هكذا دعني أقوم بإرجاعها للصفر وأقوم بالتحكم بشكل جيد بعد ذلك أقوم بجعلها نحيفة بعض الشيء بهذا الشكل بإمكاني أيضا أن أقوم بالتحكم مثلا أجعل لأصحح مثلا الأخطاء التي وقعت في الخلفية من خلال الضغط بهذا الشكل أتمنى أن ترى أني أستطيع أن أقوم بالتعديل أستطيع أن أقوم بإدخال أو يا إلهي دعني أقوم بعمل أندو فقد عدلت بشكل سيء بعض الشيء هكذا ممتازة أستطيع أن أقوم بالتحريك بهذا الشكل كما ترى دوما يجب أن تتحكم في الحجم لابد أن تكون البراش الصغيرة بشكل المناسب يمكنني أن أقوم بالتحكم في الخسر بهذا الشكل أستطيع أيضا أن أقوم بالتحريك بشكل مباشر يمكنني أيضا أن أقوم بالملاحظة أو وضعها قبل وبعد دعني أضغط على Reset All في حال كنت أريد أن ألغي كل التعديلة التي قمت بها أستطيع أن أضغط على Cancel ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر